صح والله او نقطة الهروب وان كل الشكل بتاعك او شكل البلدنج ببراحة نقطتين هروب سواء النقطة اللي هي العرائت او النقطة اللي على الدفت النهاردة ان شاء الله هنكمل بين البرسبكتف اللي هو المنظور على الوان بوين البرسبكتف فكرة البرسبكتف زي ما قلنا ان هو سقوت مركزي يعني سقوت رايح نقطة معينة عكس اللي انت خذته في الاسقوت الاولاني اللي هو سقوت ارباع عصاني اللي هو الاسقوت العمودي ان انت كنت بتبص عالشكل ومن خلال منظرتك للشكل بتعمل اسقوت مسلا على الخيطة او عوقات بشكل عمودي اما هنا الدرس ده او الدرس اللي فات انت بتعمل اسقوت للشكل بتاعك في نقطة واحدة بحيث ان لو انت عندك اي بلان اي بلان في كتو دي سواء كان مسلا ده الجلان من منظر ده للشكل قوضة ان انت زي هتحوله الايزومتريك في الثري دي تمام يعني انت مثلا لو كلاينت انت مثلا لو واحد كلاينت اتاكيد ان هو مش فاهم يعني اي بلان وصايت بيو وإليفاجين انت عاوز ايه تجمع الخاجات دي كلها في شكل ايه في الثري دي في الايزومتريك ايه تعملين فالقنصف بتاعنا يعني اللي هو المنظور نفسه هو ده يعني من حاجات اللي هاتف تعمل منه ان احنا هنحول لبلاين في الثو دي لشكل ايزومتريك اللي هو في الثري دي تمام فالوان بوينت برسبيتب المفهوم منك ايه ان انت اول حاجة ايجي لك شكل مسلا قوضة تمام يعني هو الدرس اللي نسبع لك مصود هيبقى سعلا وهي اكتر سؤال بممومون في النبخان ان شاء الله تمام فمش عايزك ان انت متبقاش قلقان منه يعني مفهوش يعني اذا ميقول افكار كتيرة اول فيه تمام هو في الاغلب هيبقى شكل قوضة تربيزة هنا مثلا في اي حاجة مثلا تسريحة كومودينو اي حاجة وبيديك الديمينشن طيب الان سواء في الاكس او في الواي تمام وبيديك ابعاد كل المفهوم موجودة في البلاين يعني مثلا الويندو ده عرض مثلا اول متر تمام بس العرض بتاعه ايه يجيب لك مثلا في الراس السؤال نفسه ان انت مثلا او انت شفت هنا في الشوشة اي حاجة ان هو يجيب لك هنا مثلا في سؤال نفسه ان ارتفاع الشباك او درسة الشباك عن الارض بمسلا اولي يقل مثلا تسعين سنتي وارتفاع الشباك نفسه مية وتلاتين سنتي فهم يديك الهايتز تمام بعد كده بيديك اي تاني بيدي الايلمنت بتاع شكل السرير ارتفاع السرير مثلا عن الارض مثلا والي يقل خمسين سنتي وبيديه طبعا بقى ارتفاع الاوضة نفسه يعني انت عندك الاوضة في الاكس وفي الاي تمام وعندك اتفاع الاوضة في زد مثلا الاوضة دي اربعمة تمام انت مطلوب منك ان انت تركز في تفاصيل الرشنر بتاعتك تمام وتشوف السكيل المطلوب منك انت هنا مثلا السكيل بتاعك واحد لخمسين يعني اي واحد لخمسين انت مفيد خدها في الاوضاكات وانت تطبعت عليها ان الواحد سنتي في اللوحة بمية سنتي في الطبيعة يعني الواحد سنتي يعني ده لو قلنا ده اللوحة وده في الطبيعة او في الحقيقة يعني يبقى الواحد سنتي بدي ايه بواحد متر صح؟ يعني انت لو عندك مسلا ابعاد القوضة بتاعتك تلاتة متر يبقى هي هتترسم في اللوحة بتاعتك بسكيل واحد لمية تلاتة سنتي تمام؟ طب لو انت عندك مسلا اسكيل واحد لخمسين يبقى كام؟ يبقى الواحد سنتي؟ بنص متره بنص متر يبقى الواحد متر اتنين سنتي اتنين سنتي يبقى هو حييترسم في اللوحة بستة سنتي الثانية العبعاد هنا بإنسبالك واحد لمية و واحد لخمسين في البرسبيتكتب في الاسكيل بتجد العبعاد مختلفة تماما يبقى واحد لخمسة لان انت اللاسك تطب بتاعته بتبقى صغيرة جدا عاكسة مسلا في البرسبيتكتب وتزوجه في الوان بويت او في الويت ان انت بترسم شكل قوضة او شكل مثلا منشأ معين بيبقى مثلا العبعاد بتاعته تمانية متر في احداشر متر فانت بتحاول تعمل مرميزنج السكيل بتاعك بالشكل اللي هو الكبير ده تحطه في اللوحة ازاي عشان كانت لديه السكيل واحد اللي مية و واحد اللي ايه الخمسين عكس اللي ستير القطعات بتاعتك بالميلي ده اول حاجة و القطعات صغيرة مش كبيرة يعني مثلا تلاقي مثلا الانجل مثلا الارتفاع بتاعها مثلا تلاتين سنتين فانت زي هترسمها في اللوحة ده بحتاجة انت تتقبر شوية في السكيل فترسم واحد للخمسة تمام؟ فمهم جدا انت هتتحاسب على جزئة السكيل فانت ايه؟ مهم ان انت تطرر المسألة اول حاجة تاني حاجة مطم منا تطرر السكيل وتشوف بقى الابعاد الموجودة في البلان ويتحول انت التطور تمام؟ فاكرة في الوان بوينت اول حاجة في البلان لازم يجيب لك الوزيشن تاع الاكس تمام؟ ده هتبقى جبن هو بيقول لك مثلا ان انت عندك مثلا في المسألة ان انت المفروض ترسم ايزومتري ليه شكل الاوضة اللي هي الموجودة وبيقول لك ان هي موجودة على على يعني انا مسلا بالوقتي يوقف الاوضة تمام؟ وانا الاكس اللي هو الموجود ووقف على الحيطة دي تمام؟ هو بيقول لك ان بتاعي في مص الحيطة بتاعي تمام؟ ومستوى العين بتاعي تمام؟ على مصر تفاع الاوضة يعني بيقول لك مثلا ان انت موجود الشخص الاوضة ده على نفل بتين سنتر على ارتفاع تين نتر تمام؟ انت دولاتي المفروض بتوصل لايه؟ انا دولاتي كشخص ده اعتبر ان انا كاميرا تمام؟ انا بيبص الاوضة من جوا من جوا فانا مفروض بشوف التفاصيل دي الموجودة سويا الشبابيك او الباب او لو فيه مثلا مكتب او اي حاجة ان انا هحاول او الشخص ده في سي دي تمام؟ طبيعي ان انت مفروض فهم في المحاضرة ان انت كل ما لدي حاجة قريبة منك هتبقى كبيرة ولا صغيرة؟ هتبقى كبيرة هتبقى كبيرة وكل ما تبعت هتبقى ايه؟ هتبقى صغيرة المطلوب منك بقى ان انت الاشكال دي كلها اللي هي الاليمنتس الموجودة هتروح لون في بانشين بوينت اللي هي نقطة الهروب تمام؟ نقطة الهروب دي هتبقى فين فيه مستوى الافق بتاعك او مستوى خط الرؤية بتاعك اللي هو الورزن لاير. تمام? يعني انت خط في المخاضرة ان في حكس ما ايه الورزن لاير او خط الافق. ده مستوى الرؤية بتاعك. تمام? ونقطة الهروب هتبقى في النص. بحيس ان كل هتبقى ايه راحة للنقطة دي. يعني انت مسلا الشخص ده. ده الكاميرا. ده مسلا الخط ده. ده مستوى الرؤية بتاعه. يعني انا مستوى الرؤية بتاعي فين في القوضة? ان انا مسلا بطلع كده يعني شعاع كده لغاية ايه? الكورنر طاعت الحيطة دي. صح? ده كده. الخط اللي اتعمل ده. اللي هو الخط المفروض. الافق ده. ده اللي هو او مستوى الرؤية. نقطة الوروب هتبقى في النص. بحيس ان كل تبقى رايحة للنقطة. تمام? هنبلاقي مشكلة. هده جات منيو فكرة اللي هو الاسقاط المركزي. اللي هو نفسه. اللي هو النقطة. تمام? فانت اول حاجة. لازم تعرف تمام? وعلى اساس هترسم ايه التفاصيل? المفروض? المفروض. لو انا في الشكل في السري دي. تمام? في الايزومتريك. احنا زي ما انت فعلا. ان انت كل ما الحاجة ما تقرم منك. كل هيبقى الابجيكت بتبقى كبير. صح? ولا? اه. وكل ما الحاجة ما تبعد هيبقى الحاجة ايه صغيرة. فانا لو ارتلك الاوضة دي. الاوضة دي. هي اربعة متر. اربعة متر. خمسة متر. تمام? انت لو رسمت الشكل الاوضة في السري دي. الخمسة متر اللي هو الاتجاه الديبس تعالوضة. الاتجاه وايدة. هل هو هيباني بالبعد الحقيقي بتاعو اللي هو خمسة متر? لا. لا. تمام? فانت انا كو ببالك ان انت عندك كل ابعاد مش هتبقى حقيقية. غير في بعض الاحيان مسلا في الحيطة اللي انا واقف عليها. يعني انا بالبعض في الحيطة اللي انا واقف عليها. تمام? انت بعد الغوضة في الحيطة دي. ابعدها ايه? اربعة متر. فانتفاع الغوضة مثلا ما هيكون خمسة متر. تمام? فدأي ترسم حيطة. بس اي حاجة داخلها الجوه. اي حاجة داخلها الجوه هتلاقي ايه? الاطواق نفسها كاطواق مش باين ايه بالطول الحيطة. وكل الاطواق هتبقى رايحة ايه? اللي هي نصد الهروب. تمام? انت عندك ايه مشكلة. فوراها كده. انت مش هتخيله دولتي انا هنطبق ازاي? هنعمله. وكل الواسطة خالص. واحنا لو ممكن ناخد ده رجل. بس انا عادي اكتب انت فاهم ان انت ايه? انت بترسط مشكل القوضة ومجوبة. عكس في الانت كنت بتعمل ايه? بيبقى عندك مثلا بلان بالمنزر ده كده. بلان بالمنزر ده. وانت بتبقى واعف بره. بتبقى واعف في حتة معينة. في النوت اللي بقى واعف فيها. رحت هنا خالص كده. الشخص بيبقى واعف. في الكورنر اللي هو في البوتوم ليفت. وبيبص على الدم ده. على الوجه بتاعتك قوضة دي. والوجه بتاعتك قوضة دي. تمام? عشان كده بيبقى بالنسبة لك. عن نقطة دي والنقطة دي. يبقى كل الوجه اللي هنا هترح لنقطة دي. وكل الوجه اللي هنا هتروح لنقطة دي. فخط الرؤية بتاعك بيبقى بين النقطة صح او لا? صح. انت خلت في الدرس اللي فات في يعني يبقى بديك في الجبن. اللي هو اللي هو بالنسبة لك خط الرؤية بتاعك. اللي هو اللي هو تمام? هنا بقى الفكرة ايه? بالنسبة لك خط الرؤية بتاعك هيبقى ايه? حدود القودة بتاعتك. اللي هو من هنا الهنا. بس هتبقى في المص. تمام? لان هو ايه? فهو درس مباشر خالص وساعد. مفوش اي المشكلة. حد عنده اي مشكلة قبل ما ابتدي? اه. حد. خلينا بقى نركز بقى في الشاشة درتي. لان انا كنت تحرق من هذا. لان انا اشرحه في الايه? على الروتوكات ديبقى شكله بيبقى افضل. والناس متخيلة لحاجة ايه ما تشرح على البرد وهيبقى في خطوط عمل كتيرة. مهم الحاجة هو انت بترسم. انت بترسم. خطوط العمل تبقى بتاعتها خفيفة خالص. ان انت بترسم خطوط عمل كتير وترسم تفاصيل كتير. تحاول على قد ما ترضى. خطوط العمل ما تكونش يعني بايدة قوي. يعني ما تكونش قيلة. وين تيجى على التفاصيل تحت شكل الاوضة راسوة او الباب او البراكونة او السرير هتتقل عليها. زي كده ما ايه? الخطف المستير مسلا. انت بتتقل خالص على الايه? او في على ايه? او بتاعتها. تمام? انا اضايق سؤال. ايه? بس لغة ما شايفة تبع الحارة. مع او انت كده سريل بتاعنا هنعمل. لو اخره مش جايبة. انا رجواتنا بقي طارعوني. انا رجواتنا في طرفين في طرفيني واسه. هنطبقها دمنا. يعني ما فيه يمكن يعني انه في وقت. ممكن ايه نطبق كده كروسور صغير خالص. هنعلك بس ان انت تجرب ان انت بس ترسم بايدك. تمام? موضوع ما شايف اسوق الوقت يعني عشان بس الناس يبقى ايه خادت على دار لان فيه ناس يتقابلها مشكلة انها لما بتيجي تطبق في البيت تطبق. انا عادة كان انت لما تطبق قدامي بقى اخضر. امام? خانها بقى ايه نركض بقى هنا. في المسالة. واريت يعني الشباب اللي هو الموجود هنا بروحة محسنة. الناس بقى تراكز مهاية كده. ده كده مثلا دي مسألة اللي هي موجودة بالقصصية. تمام? في مسألة بالقصصية اول حاجة بيقولك ايه? هترسم بسكيل واحد لخمسين. فاحنا بقولنا اول حاجة نتروها او واحد لخمسين او واحد اللي واحد اللي واحدة. او طفل بسكيل اللي هيجينا. تمام? بيقولك هترسم احنا بلنا ده ايه? ده الوبزيرفر. طبع? وهو من ديك الوبزيرفر. وهو من ديك الوبزيرفر بيقولك ان هو فين يعني هو في المص في المسافة بتاعة الفيطة دي. وفي نفس الوقت او على على تين متر. بيقولك العلمة ان الانتريير هاية للرون ارتفاع القوضة اربعة متر. والهاية بتاع الدور اتنين متر عشرين. وارتفاع الجلسة الشباك عن الارض بتسعين سانتي. انت عندك الشباك بيبقى ايه? في كده مسافة تحت لغاة الارض قادي تسعين. وانت عندك كده ارتفاع الشباك. ارتفاع الشباك دفسه متر تلاتين. تمام? وبيقولك ان كل الديمينشن بي ايه برسانتي. تمام? اول حاجة مخفوم منك ان انت تبقى عارف الوقتاشن تحت الاوزيرفر. ويهي الاسطبس اللي احنا همتدي بيها. اول حاجة مفروض انت بترسمها بترسم شكل الاول الاولانية دي. اللي هو مكان الاوزيرفر. اه هي مش باينة. بس دي مين خلالها? هتبين لشكل الاوزيرفر في السري دي. تمام? فانت مفروض الاوزيرفر بتاعك هبقى حاجة زي المنظر ده. يعني ده كده الفاينال اوزيرفر مثلا وليات من المسارة دي. فانت مسلا اول حاجة انت بترسمها مفروض بترسم شكل الحيطة اللي انت وقف عليها فاوزيرفر. ابعاد الحيطة دي بالنسبة لك هتبقى ابعاد حقيقية ولا هتبقى ابعاد اقل. ايه. هتبقى ابعاد حقيقية. فانت مسلا ابعاد الحيطة اللي احنا وقفين عليها دي. اللي هي بالمنظر دي. هو كان بيديك ابعاد القوضة هنا. اربعمل. والقوضة دي في الجهة دي خمسة متر. يبقى انت اول ريكتانجل اللي انت هترسمه بيمثلك كل حيطة اللي انت وقف عليها. يبقى كم في كم? اربعة فا اربعة. اربعة متر اللي هو العرض ده. وانتفاع القوضة اربعة متر. صح? حلو. بالنسبة لك احنا قلنا قلنا. يعني احنا لو دلواتي رسمنا ولياتنا. تعال كده. جنب المشات للمسارة. احنا قلنا. هنرسل. اربعة متر. انا هرسم هنا بسكيل واحد المية. تمام? يعني احنا هرسم بسكيل واحد الخمسين. تمام? عشان بس ايه? ما ندربش كل حاجة في اتنين وهكذا. تمام? فانا هرسم بسكيل واحد المية. عندك العرض بتاع الحيطة اربعة متر. ادي اربعة سنتي. هترسمه. تمام? وعندك هنا التفاع القوضة. اربعة سنت. حد عندها مشكلة? هتقفل القوضة بتاعتك برضو. اللي هي الحيطة اللي انت واقف عليها? بالمنظر ده. او الخط ممكن يتخذيه شوية ولا تقيمها. عشان بسلا اعدي خطوط عامل فانا ايه عايزة باين في اخي المتشفة هيبكين ازاي. امام? فانت اول حاجة رسمتها ايه? الحيطة. صح? احنا قلنا بقى خط الرؤية بتاعك مش هيبقى هي حدود القوضة صح ولا لا? اللي هي برضو حدود الحيطة دي صح ولا لا? ونقطة الهروب بتاعتك هتبقى فين? هتبقى في النص من خط الرؤية بتاعك. وهو قال لك ان نقطة الهروب بتاعتك اللي هي بتمثلك الكمزيرفر تمام? على لفل تين متر صح ولا لا? صح. وهي نقطة اكس دي وقف على بعد منتصف منتصف الخطة اللي انت وايف عليها. يبقى انت مثلا دي لو هي اربعمة هتمشي. مثلا. هم شخص معي كده نستركز معي. النقطة دي نقطة دي. دي اعتبر اللي هو محور بتاع الكس اكسس. يعني انت من نسبالك الحيطة بالنسبالك مثلا ان كل متاع الحيطة اللي انه وايف عليها دي. في الاتجاه ده كده. ده بوست اكسس. يعني اكسس بالنسبة لي. اللي هو محور اكس. اللي هو محور ايه? محور زت. محور زت. اللي هو الارتفاع. تمام? محور وي بقى لسه هنشوفها هو هيفقفين دلوقتي. فانت عندك دلوقتي ده الاكس بتاعك اللي هو هنا في الاتجاه ده. وده الزت. تمام? هو لك ان الاكس بزر فر. هو عفين نص خطة. يبقى انت هتمشي كم? اتنين متر. يبقى انا همشي هنا. اتنين متر. وي مفروض النقطة دي. اللي هي. الارتفاع برضو اتنين. 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 عادي اتنين متر. يبقى هي كنه نقطة الهروب بتاعتك. هتبقى هنا. حضرتك عملت لها سنتر. ايه? مل حضرتك عملت لها سنتر ايه? لا 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 دي نقطة يعني ده اللي جي من النقطة. اتنين مش ترسيمه. يعني بس انا عشان بس الناس انت بشايفة قوات. اكي. تمام? ده الوقت احنا قلنا المفروض خط الرؤية بتاعك اللي هو بالنسبة لك هيبقى الخط ده ولا لا اهلا. ده بالنسبة لك يعني هي بصة واقفة على فاعة من متر وبصة لبعض حدود شكل ده ده بتاعتك. فده بالنسبة لك اللي هو او خط الرؤية بتاعك. واحنا قلنا نقطة الرؤية تلك هتبقى في النص. تمام? فالخط ده بيمس سلح ايه? اللي هو تمام? حلو ده. انا دلوقتي عايز ايه? انا رسمت الحيطة اللي انا واقف عليها. انا عايز ارسم ايه? انا عايز ارسم الحيطة العجنب اللي عنديه بالشمال وارسم السقف وارسم الارض. هرسمه بقى ازاي في الايزومتريك. محتاج ان انا اجيب صح او لا? يعني ده اتفقنا من ده بالنسبة لنا. صح? تمام. وده بالنسبة لنا الزد. طب الواي بقى فين? انا عايز اجيب الدبس. لجوه بقى. هجيبه لجوه ازاي? يعني انا مفروض مفروض. انا عايز اوصل للشكل ده. ده بالنسبة لي كان اكس وده كان زد. المفروض ده شكل ده. ده الواي وده الواي. صح او لا? يعني انت لما ادخال شكل هنا في السري دي في القضاء من جوه. ده شكل الارض. وده الحطة العشمال. والحطة على مين? وده الحطة في الوش. وده السف. صح او لا? وانت واقف في الحطة الاساسية بتاعتك. تمام? انا عايز ارسم بقى ايه? الواي اكسس. هتعمل ايه? انت هنا اتفقنا من داربع متر. في الحطة اللي انت واقف عليها. الواي نفسها بكام هنا في البلان خمسمائة سنتي. اللي هي خمسة متر. صح او لا? الناس بقى تركز بقى في النقطة دي. بيقول لك ايه بقى? انت هنا هتيجي من عند اللي هو بداية الاكس هتمشي خمسة متر. اللي هو عرضه واضي. تمام? هتمشي بكم? خمسة. خمسة. وبعد كده هتروح فين? هتروح للنقطة دي. ماشي. يبقى انا مشيت من البداية. مشيت ايه? خمسة. وهتروح للنقطة دي. تمام? بس بس انا عايز انا معليش قبل للخطوة دي كمان. يعني خليها معليش عشان الناس مطلبات. بعد انت بس يعني اول خطوة احنا عملنا الفيطة اللي احنا وفينا عليها. هتوصل المفروض كورنر بتاعت الفيطة هتوصلها بها. احنا قلنا كل الخطوط بتاعتك رايحة للايه? نقطة الهروب دي. ده اول حاجة هتعملها. عشان ما تنساش الخطوة دي. تمامش? وبعد كده هترسم بقى من عند بداية الاكس هترسم الخمسة سنتي بتوعها. اللي هو منسلك عرض الواي. تمام. هيجيب لك لغات فين? لغات هنا. وتوصلها لغات النقطة دي. تمام? طيب ليه? ايه? ليمون. ليه بقى النقطة? ليه بقى ليه بقى جيبها نشيت كده ومعليكين نشيت الناحية التانية. عشان اجيب الاخير بالحطة اللي هو. يعني انت لو خدت بالك المفروض النقطة دي. نقطة ما بين الخط ده. والخط ده. ده بالنسبة لي كده. لو انا تلاحظت في فوق خطة عمولي كده? لأ انت طعامك ترات بزيادة. تمام? بعد كده يجيب كده? احنا جبنا ايها. اه. احنا جبنا شيء اصلي. دلوقتي احد المتخيل اللي انا بعمل ايه دلوقتي? او انا برسم الوش. انا برسم الحطة في الوش. سمام? انا برسم كده الحطة في الوش بسنتها. انا بقى فادي تين مقطة دي. فاديتها ان انت جبتي اللمت الاخير في الحطة اللي هنا. الحطة على الشمال. تمام? لو تخيلت المواقف هنا. مثلا في الحطة دي. دي النقطة اللي انا بتاعك. اخر حطة. اخر حطة. اخر نقطة في الحطة. عشان كده نروح الشمال على الحطة. تمام? فانت رسمتي بالمنظر ده. فادي بيقول لك ايه? انت بقى هتتقليلك على شكل المغوض. يعني انت لو حدت بالك هتسعي هنا لبقى الساق تتخسم. وشكل الحيطة دي والحيطة دي وشكل الارضة. تمام? يعني انا بالباتي. انا عجب شغل سؤال. طب ازاي الخط ده لما مدناها وحوادناها. اه يعني ازاي ده عرفنا انه هو هيدينا الانترسيكشن بتاعه هيطلع الليمت بتاع الحيطة اللي تانية. ما هو انت رسم اخرج هنا في الوائي خمسة متر. اه. يعني انت لو كان لو كان عرض الهوضة اكبر من كده هسأي النقطة دي مش هي الليمت الاخية هيبقى فيه نقطة قدام شوية. ايه ايه. معامل? هي الوائي دي انا طلعتها من دي من على الرسمة اللي في الوائي هتابت الفلان ومنديك خمسة متصم. ايه. ايه. تمام? تمام. هل عندنا اي سؤال الغد ماتي? احنا ليه خدنا الحيطة من التقطرة ده ما كدناوش متقطع للتعالي. عادي نشتغل. يعني ايه. ما كدناوش متقطع يعني احنا خدناوش متقطع. يعني احنا خدناوش متقطع. يعني ده سيقنس الدكتور شغالة على. مشتغل. بس احنا ايه متعرفين نحنا هنشتغل من هنا. مال ايه. نشتغل مداية. لا احنا سألنا بلواتي نطلعها الخمسة ونحن نطلعين فوق لغاية النقطة الشمال. ليه خدناوش متقطع التاني مع فاطل. انا انتقاطع. ايه ما خدناوش التاني. التحتين. ايه? تحتين دي امي. اوه تحت بقى. ايه. ايه. ايه ده. لا ازيل. ده مش هيكا. ايه لك حاجة. انت فتر دي. انت مفروض انت رايح من النقطة دي خمسة متر راح لاخل النقطة للحد اللي خير للرؤية بالنسبة لك في الفترة دي. بدأت من مسترجك اللي هو خمسة. يعني التقاطع ده مروش معنا فقط. لا لا لا. انت يهمك النقطة فانت كده راسمت ايه بعد? انت هتقل على الشكل بتاعك. تمام? يعني جيل جواتي. ما زين نعمل كمان دعوة كات. ما زين نعمل كمان دعوة كات. تمام? ويه هتقل على الشكل بتاعك. واحد دردك بتعمل هاتشات. اوكي. اه مش عادش عدوه بس بقى يزيدوت ها تعمل سنتر ليمه ها تعمل زي دوت اللوكيان اه هازي بلوامه اه هازي بلوامه منين اتقلط ده يفيه وكار بس وامش عغل ليه حاجس معل ليه حطوك معانا في ليه الناس كانت امام كده انتشعاس كانت متخيلة شكل الجودة من جوبعه يمزي اه انت عندك كده ايه ايه اصدار ايه اه الناس كده من خلال شكل الجودة من جوة في الهزيميتك الازات وبدأ بنجبالك ده الارض وده الخطة العشمية وده الخطة العالمين وده ايه السعف انت بعد دلوقتي انت فعلا النقطة بالنسبالك للنقطة ده ده بداية X اكسس تمام والنقطة اللي طالع لفوق ده بالنسبالك Z اكسس يعني هو عكس اتجاه الـ X عشان الناس ما تنفضلش يبقى ده بداية الـ X اكسس الاتجاه البوصلة اللي هو يمين بالمنظر ده وده Z الـ Y بتاعتك بداية حتى هتبقى من النقطة دي ورايحة الاتجاه ده تمام؟ يعني هنمشي بعد كده بالزلط يعني عكس الـ X عكس الـ Y هتمشي بالعكس تجاه الـ X بالزلط تمام؟ خلينا بقى نبدأ واحدة بعد كده تعال نرسم هنرسم شباك بقى تعال نرسم وليكن الباب ماشي الباب ده الباب ده هو موجوز عن الخطة الخطة العالمين دي ها هو الـ Y بتاعته هنا كامل ها اللي هي بنسبالك كامل متر صح والله يبقى اللي همشي من هنا من هنا واحد صمت صح والله ماشي ماشي وبعد كده يعني لو مشيت من هنا واحد هيجب لي نقطة التقطع دي يعني لو مشيت من هنا جيب نارد ايه؟ جيب نارد هنت ازاي ترسم الباب اتفانت ده كنت ان احنا هنمشي اتجاه هواي هنا ليه؟ لي انا برجع عشان 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 موجودة على الخطة دي يعني انت المفيدة هتشوفي باب في التجاهة صح والله هتشوفي الشوكات في الحدة دي انت بالنسبالك انت بتلكعش صح والله احنا هنيجي من هنا هديمشي ايه؟ بهم هجب كوارك الباب في تجاهة هيتشوفي الله عشان عند موت التقطع اتوصل للنطة دي بهم؟ راح لموطة الهروب. هو مفروض قطع معاني الخط. مش الخط اللي هو المائل ده. صح؟ موطة الانترسكشن دي. دي متخيل. دي هتبقى ايه؟ البعض الثاني للباب؟ بداية الباب بتاعي. بداية الباب بتاعي. صح؟ اه. حل. كيف احنا عارفين ان اول موطة الانترسكشن اللي هي الموطة دي. دي هتبقى بداية الباب. عرض الباب هتبقى ايه؟ 100 متر. صح؟ المتة بعد المتة اللي اخدته في الاولاني هتمشي متر تاني. هتمشي متر ايه التاني؟ هدي متر اهو. وهتروح للنقطة دي. صح او لا؟ صح. النقطة اللي هو القطع فيها. مش هي النقطة دي؟ اه. نقطة ده. النقطة دي مصد تقطع. هو مفتوض البرفاني حتة. هالمين؟ صح او لا؟ على الحيطة دي. يا بنت ايه؟ هتوصل من نقطة التقطة ده تمشي الخط افك. يبقى مفتوض نقطة التقطعة الاولانية دي. وايه نقطة التقطعة التانية دي؟ ده بالنسبة لك عرض الباب. ما هو عرض الباب في الاتجاه ايه؟ في الاتجاه. يعني ده بالنسبة لك ده. يعتبر واري. تمام؟ بس ده. الحتة المسافة بين النقطة دي والمسافة النقطة دي. دي. في الرسمة. مش عرضها هيبقى واحد متر. لان احنا اتفقنا. احنا كل. ما نبص الحاجة. الحاجة. كل ما بتبعن هيبقى ايه؟ مثل. هتبقى اوزر. تمام؟ هتبقى ايه مشكلة؟ الجزاية دي؟ نايس بس اللي بتاع من الاول بس. نايس بس اللي بتاع من الاول بس. اه. لمثلك الخط ده اللي هو المتد اخير. لاخي حاجة في القوضة. ويوصل ليه؟ لحد الرؤية بتاع. يعني هو ده بدايما اشتغل عليه ايه؟ مش زبط. انت اي حاجة هترسمها بعد كده تخطيها مع الخط ده. ومن خلاله هترسم ايه؟ كل الخلم تسلمتها ايه مخلو ترسمها. على الخطة الشمال. يعني انا دلواتي. انا دلواتي. لو كان عندك باب. لو كان عندك باب مثلا. ناحة تانية. خلاص انت هتكمل الخط الأف كده على استقامته على الخطة دي. ومن نسبه لك ده ايه؟ كما في باب ايناك. ايه دعا. مش هعمل خط تاني. كورنا اللي تحتع. اخري انتع. تعرف دي كفرية ايه؟ يعني تخيل معايا دي. تخيل معايا. زي كنا بتعملها اسكوات يعني. كانت ايه؟ مشي تخطر افك بالنظر ده. لانت مشي تخطر افك ده. المسافة ما بين دي. والمسافة ما بين دي. كانت دي بلاطة. عرضها واحد متر. صح؟ وانت ما قول لو كملت ده. على استقامته. بالنسبه لك المسافة دي. المسافة دي. دي بيمسلك عرض البلاطة بتاعت واحد متر. فهم اصلي؟ ده اللي انت شفت بقا في السلايد. ان هو ايه؟ كان الدكتور كان بيقسمها كايه؟ كسلابس او كبلاطات. ومن خلالها بيعمل زي انترترويشن. مثلا لو في حاجة في النص. او بيعدي كان بلاطة. ويرسم ايه الشكل بتاعك. تمام؟ لا عادي. الاثنين تماما. مش مشكلة. تمام؟ شينو الخطين ده. هل انت مشكلة غضراتي؟ دولاتي احنا جبنا عرض الباب صح؟ احنا عايزين نرسم الزد بتاعته. اتفاعل الباب بقى. نطلع العمودي. نتسم اي ارتفاعات. اي ارتفاعات. ان اي حاجة في كابعاد حقيقية. سواء في الكلام اللي هو اللي كاتبه. انت مفروض بترسم التحاجات دي. على المحاول الاستساسية بتاعتها. تمام؟ سواء في الاكس او في الوال او في الزد. انا دولاتي من فهو ده عايزة عاش تقنية. اتفاعل باب. تمام؟ اتفاعل باب. المفروض برسم في الزد. صح؟ انت بالنسبة لك الخط ده مش بيمثلك الزد. من الزد الفانسونج بوينت. لانهو تباره في الحقيقة 400. انا لو مشيت بقى من هنا. اتنين متر عشرين. اتنين متر عشرين. او مدر للي هو تو بوينت. بعد ذلك. سوف توصل له في الافانسونج بوينت. وهتوصل الخط ده كده. تطلع بقى من الخط ده رأسي. وهتطلع من الخط ده رأسي. الناس بقى متخيلة ان ده كده. ايه هو ده الباب. ده كده شكل الباب? اه. صح والله اه. عشان ده الناس ما تطلع بطش. ده كده لا عشان نديله رون تاني. ده كده اللي هو الهارز الناي. عشان ما تطلع بطش. ده كده عرض. ده كده الباب بتاعك ترسمه او لا? ترسمه. تمام. يبقى لو انا تعقلت عليه تلك. فيش حاجة تنسع فضل. يعني عزويلة انت لو مسحتي ممكن تنقص الخير. ممكن تغير اظن الباب مش عاجبني. ممكن تغير اظن الباب مش عاجبني. تمام? حد عنده ايه مشكلة في رسمة الباب? نا. طب تعال لدلوقتي. نعمل الشباك. الناس تركز معي. تعال لدلوقتي احنا المفروض هنرسم ايه الشباك. الشباك برضو على نص الخطة دي. تمام? هنجيب برضو ان نمشي ثلاثة متر. هنمشي. هنمشي. انت عندك الدائم هو كالمائب بعد ثلاثة متر من ايه من الوجين قوار. في فراغ او سباك بعرض متر. هيجيب لك بلايات الشباك. تمام اه. وعرض الشباك نفسه بمتر. يبقى انت هتيجي من المقطة دي. هتمشي متر كمان. ماشي. 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 تفسم خط على الخط. يعني ده بس عشان شعرها. تتمي بالبردل. تمسح البردل بالفتحة تعتك بالمتر. ويهي تقطع الخط ده. هيجيب لك نوطي. وتوصل على هنا. هتوصلها بجيه. ما يفاشل. ما يفاشل بالرشته خالش. خطوات يعني. خطوات بالرش. تمام. ومن الخط ده. تمشي واحد متر. وتوصل على ناحية التالي. خدت بالك بقى النقطة النقطة دي. نقطة النقطة النقطة دي مع الخط ده. لو انت مشيت بخط افكي هيجيب لك ايه? ده كده بالنسبالك يبقى عرض? الشباك. عرض الشباك. اصلا الشباك طالع من على الارض. لما انا لسه انا بعمل اسقاط الاول للحاجة دي على الخط. انا لسه ما رسمتش الشكل بتاعي. تمام. تمام. يبقى بالنسبالك البلاطة دي. والبلاطة دي. دي نفع الشباك. مية وتلاتين. يعني هنجيب التسين بقى مية وتلاتين. تمشي من هنا. ايو ايو. تمشي من هنا. تسعة من عشرة. وتوصل هنا. وبعد كده. بمتر تلاتين. خدت بالك لو انت هتوصلها هناك. هيجي لك ايه نفس الرنج بتاع ايه? بتاع نفس المنصوب بتاع الباب. صع? لانه مفوط تسعين سنتي. ومتر تلاتين. ايجيب لك تلاتين. تمام? انت بقى تخدت بالك ان الخط ده. والخط ده. ده كده اللينج بتاعك اللي هتحط فيه الشباك. ايوة. ايوة. هكذا نطلبها بخط رأسي. بخط رأسي. وهتدفع من هنا. بخط رأسي. طبع هو المستقيل اللي في المصوبة اولا. حتى بقى ده الشباك اللي ترسل. ماشي. تمام? انت اقل على ده. رأسيه. الكلام ده احدد ارتباه بصورة في الخطة اللي هناك ولا لا? ايوة. او الخطة اللي هناك. لو انا عادة سمي الشباك. الشباك ده مسلا. مش هنشمي كيبه ده طب الواي هنا بكام بداية الشباك؟ بمتر. صح؟ وهنا بمتر. يعني هو سهلك المسألة وخلك كل الألمنت هنا على بعض متر هنا وعلى بعض متر هنا. مشيتكم انت راسم الخطوط اللي هي قد تمثلك واحد متر. يعني احنا اتفاقنا ان الباب على بعض واحد متر. هتخش من هنا على خط هروزونتا. بالمنظر ده وتمشي من الخط ده تكمله على استقامته كده. يعني اكملت الخطوط دي على استقامتها. مش ضيبة مسللة. ايه. العرض اللي يفتكين. هتبقى واحد متر. خدت بالك ان المفروض البلاطة اللي هي القريب على تبقى كبيرة والبلاطة الصغيرة. تبقى البلاطة البلاطة البعيدة تبقى اصباجرة. ايه. معين هما في الحقيقة نفس الابعاد البلاطة. لايه متر في متر. تمام. حلو. انا زباك عايز بقى ايه احط الشباك الاولاني. الشباك الاولاني هتحط ايه في العرض بقى. صح او لا. هنا بقى. عشان اجيب الهاج بتاعه او الارتفاع. زم اتفاقنا. نفس اللبضة. وعد كده ايه متر تلاتين. يبقى تمشي عند زد اكسز هنا. تسعين. تسعين متر تلاتين. احتوصل هنا. نعم. الخط الارغة ايه. تبقى متر تلاتين. وحتوصل هنا. انت بقى ازاي ترسم الشباك اللي هو في الوش هاي الوش في الوش الحيطة للجوة خذتو بالك ان الفيطة للجوة هي ابعاد الفيطURE والم� kingdom دي هي بتطوير الوش ازاي اللي جهبientر في الشباك الهالي هترسم الشباك اما قدامي بالنسبة لك بداية الشباك عند 100 الـ X في كم؟ الـ Y 5 متر اللي هي مفروض الـ Y أنت ترسمها يعني مفروض الشباك حيبان في الفترة الأخيرة يعني بالنسبة لك الـ Y بيمثلك الخط الأخضر من الشهود اللي هو الخمسة متر صح؟ مش إحنا تفعلنا الخط ده بيمثلك الـ 1 متر أيوه الخط الأخضر الأخير ده بيمثلك الـ Y بالخمسة متر طب إحنا فعش نجيبها منترول ينسي الأصل وبعد كده نعمل مترول ينسي ده اسكت على الخط ده ايه اللي أصلي اللي هي خلال النقطة دي انت رسمت مدال فايدة اللي قلنا عليها أول وزار في المسألة إن أنا جبت الـ 5 متر ووسقتها هناك جبت لي نقطة ده بالنسبة لك الخط المعنى إنه هو ده اخر الحده اللي هي على بعض الـ Y خمسة متر أيوه نحن نمشي شماله نحن نمشي شماله اه 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 انت درواتي انت درواتي سؤال حيلي انت درواتي لو مشيت من هنا من خمسة متر هجب لك في النقطة دي نحن نمشي شماله ووسفتها هنا خدت بالك الخط ده مع الخط ده جاب لك النقطة اه اه اعيز الـ 4 متر اعيز الـ 4 متر ووسل درجة تمام انا عايز اكمل انت عندك هنا هنا مفروض دي المتر والوات بخمسة متر احنا اتفاقنا الـ X في زيادة بتاعها ده الـ origin وهنا اتجاه زيادة اتجاه اليمين تمام؟ خط ده الخط الـ X بواحد الخط الاخضر نقطة الـ intersection يبقى هي النقطة دي صح او لا؟ يبقى موجودة هنا ده كده بداية الشباك بتاعها صح؟ طب عرض الشباكة دي ايه هنا؟ اين متر يبقى انت هتجي من هنا وهتمشي اتين متر انت لو مشيت اتين متر هجي لك فين؟ هجي لك عند الخط ده بص ادي نقطة الـ intersection احنا فيها كنا رسمين تمام؟ خلال لك ان انت مش هزم بطوة يعني ممكن يبقى عرض الشباكة مثلا متر خمسة وسبعين فالناس تبقى واخد بالها من نقطة دي يبقى انت لازم تقيس من هنا متر خمسة وسبعين فممكن هيجيب لك خط هنا فهتمصله لغاية هنا بعدها خط ده يمثلك اللي هو الـ x متر خمسة وسبعين من بداية الخط ده فالناس تأخذ بالها من النقطة دي احنا عشان بس ان المسألة بتاعتنا كلها ابعدها واحد متر في واحد متر فمنتبالنا سهلة فمنتبالنا الخط ده ده الـ x هنا بيتعبر عن اللي هي اتنين متر من الخط ده مع الـ y اللي هي بيتمثلك في خمسة متر هجيب لك النقطة دي صح؟ ايوه يبا هنا الخط ده والخط ده ده بيعبر عن ايه؟ عن زيت ده عرض الشباية شباية رحنا بقى عايزين نجيب نتفاع الشباية مش احنا نتفاعنا الشباية اللي نتفاع بتاعها عندك من 90 سنتين ويه اللي هو جلسة الشباية ويه نتفاع الشباية نفسه متر ثلاثين صح؟ قالك ايه؟ مش انتكم ترسموا هنا صح؟ ودهكم ترسموا هنا قالك ايه؟ الخط ده الخط ده لما يضطع الحيطة لما يضطع الحيطة دي يضطع معها في نقطة صح؟ ايوه النقطة دي هتمشي بخط أفك هذا الانترسكشن امام؟ هتمشي بخط أفك كده امام؟ وهتمشي من الخط ده بخط أفك لا 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 يضطع الحيطة لما يضطع الحيطة ويتكمل الخطوط اللي انت كنت نسيرها من تحت حال استقامتك بنسبة لك كده وعاكم دره اللي هو ماعمول ده بنسبة لك ده يبقى شباك نفسه ايوه صح والله حالة وتحلت هنا برضو غير اللون غير اللون ده بالنسباتك يبقى ايه? تشبك. لو هو في الورش. تعال بقى ايه? يكلم بقى ايه? النقطة التانية. ودي نقطة اللي انتوا بتنقصوا منها. لانت لما يترسم حاجة في المص. شو يا معش. راجبنا الشباب التانية زي زد بتاعتك. من زد بتاعتك احنا متسلين. من زد جرشة الشباب التسعين. واتفعل الشباب متل تلاتين. تمام? انت كنت راسمهم هنا. وراحين نصف الهروب بتاعتك. وراسلهم هنا وراح نصف الهروب بتاعتك. التقطع على الخطين دولار مع الفيطة اللي هو الفيطة اللي هو الخطة اللي في الوش. مع الخطة الافضر ده. يجيب لك نصف الانترسكشن هنا ونصف الانترسكشن هنا. هتمشي من النقطتين دولار وخطوط افكية. ليه? لان منزلك الخط ده. والخط ده يعني انت الخط ده يعني انت الخط ده يعبر عن الليفل تسعين سنتي. والخط الافضر اللي هنا يعبر عن الليفل اللي هو ايه بعد تسعين متر تلاتين. انا بتتلم ليه معنى الخطوط اللي فاتت وطلعنا منها يعني من النقطة اللي تحت دي لغاية الفوق. ايه. يعني احنا حددنا البروكسين من تحت بدلا من نعمل كل ده. ومعنى لغاية من قبروك. الخطين متقشون لغاية من قبروك. ده عايز يعني انت. دلوقتي. ما عايز جيبها من تحت من غاية خطوط هره وفقية. طب الزق يعني انت هتجيب الافضر شباك من يعني. ما احنا مرة غضل الزق من العلمين تحت. لغاية ما يكبت بالمسل الديسحيشن. ما احنا محنا محنا قلنا الحيطة دي سوال الشباك اللي بنزبالك انت هتشوفه قدامك. الخط الرأسي. والخط الافكي مش هايبان خط الرأسي وخط افك ولا بقى? الحيطة في الوش. حيطة في الوش. هايبان خط افك ولا خط رأسي. صح? طب الحيطة العجيزان. هايبان الخطوط الرأسية رأسية. طب الخط الافك بتاعها ده. هايبان افكي ولا هايبان مائل بتاتجاه للايه نصف نوروب يبقى انت في الحتر في الوش يبقى لازم معاك الخطوط الرئيسية دي احنا متفقين معا من اول خالص وفي نفس الوقت انت ما تبص على شيء قدامك انا شفت شباك وهو شباك ابرع مستطيل فطبيعي ان انا هشوف ان الخط ده هيبقى عشان كده ان الخط ده وهي الآن على التفاصيل المال فقط الي من خطوط ان اشتريه روابان الان في الف sommان التي تقول كمisha مبطوط انا باقي نرسل هو انا ليه الزيت دي مرة استعمل عالمين ومرة استعمل على الشمان يعني وانا بجيبي للشباك والباب هنا شتفل يعني انت دلوقتي دلوقتي انا لو جيت من هنا جيت من هنا وقطعت الخط ده ومشيت بخط وقفت ايه اجيبك هو نشف قليل ليه بقى لحنا اتفاني ان هنا الزيت اختبع حقيقية انت هنا طول اربع متر وطول اربع متر فايا ممكن انت عاستي تفتدي من العالمين او من الشمان شتفل في الحتة دي في العادي اصلا فايا. يعني انت لو كملت ده على استخدامته هيطعلق لطة المتغسكشان هيا. تمام? احنا انه هاي مشكلة وغض الباتي لو عندك هاي مشكلة يسألها عشان انت هتطبعك. تمام? نفس القنصة. الناس بقى تركز بقى. الناس تركز معي. تعالوا بقى ينبص على السرير اللي انت سوال انت هتسأله ده. السرير ده. السرير ده. اول حاجة. النقطة دي. الاكسي تعتها بكامل? اي نقطة? بمية بمية? النقطة دي. مية. مية. محكريين? لا مية خمسة وعشرين. ايه ده? براح كده. العرض ده كله اربعمتر. وعرض السرير متر ونص. اربعمتر نص متر ونص كامل? نين متر ونص. اربعمتر ناقص متر ونص. نين متر ونص. متر ونص. الهدف دي كامل? متر ونص. متر ونص. صح? والحطة دي متر ونص. الحد. الواي ده بتعت النقطة دي بكامل? بيس. العوبي بتاعي بتاتي. ايه بتاتي. ايه بتاتي. صح? يبقى اول حاجة. احنا الخط ده بيمسل اكس بكامل? واحد. واحد. انت لو مشيت من هنا بروب على طول. جابك النقطة دي. هتوصلها بايه? مش بنقطة الهروم بتاعي. يبقى ده كده الاكس بكامل? واحد وروم. واحد وروم. خلاها بس تمام تاني كده كده. هذه كده الايه اطوران. اه فاشن طبع من ده دوتو كاد? طب عرض السرير بكامل? بمتر ونص. يعني النقطة دي. متر ونص كمان. بمتر ونص على النقطة دي صح? اللي بنت هتمشي من عند الخط ده بمتر ونص. متر ونص. وتوصل هنا. لكن الخطين دولا بيعبروا عن ايه? عن العرض. عرض السرير نفسي. تمام. صح? حل. ده في اتجاه اكس. طب اتجاه واي. انت كان عندك نقطة دي. على بعض تلاتة ايه متر. يعني ناخد النقطة دي. والنقطة دي. هي على نفس الواي بتاعتها ولا لا? صح? يعني انت لو مشيت من هنا تلاتة متر. هذا كان يعبر عن الواحد. هذا كان يعبر عن الاثنين. هذا كان يعبر عن الواحد. وده الاثنين. وده الاثنين. وده الاثنين. صح? اه. يعني انت لو ده خليتهم نفس اللون ده كده. يبقى المفروض انت مفروض انت مفروض السرير. الانترسكشن ده? إن ده كده الأدف تقتل السرير النفسي أيها صح أو لا؟ صح منتفقين على النقطة دي؟ أيها منتفقين حسنا دلوقتي بقى إحنا كده عرفنا حدود شكل السرير اللي هيترسم فين إحنا إنه قسرنا إيه عشان نرسم السرير داخل اللي الارتفاقة بتاعه الارتفاقة بتاعه كم؟ بخمسين سنتي خمسين سنتي إيه؟ وكده بساتي نخدش بيارك بيله حضرتك هو لا 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 هو كده هنا هنا بقول لك إن الغاي فتبت خمسين إيه؟ خمسين سنتي تمام؟ خط الروبط ده؟ مازال بيعبر على الواجب ثلاثة طب تعال نعملها إنت لو مشيت من هنا عملت قصة هنا تلاتة متر جاب لك فين الخط ده؟ خط ده لو أنت وصلته بالإيه؟ بالوان بانش من البوينت مع الخط اللي إحنا كنا نرسميه في الأول أجيب لك نطس تقاطع النطة ده تمام؟ فإحنا عشان بس ما نتلبطش إحنا قلنا إيه؟ إن الخط ده بعبر عن الواجب واحد والخط ده بإثنين وده بثلاثة وده بأربعة وده بخمسة عملينه تتقاطع وعنه خط أفوكي بلعينه خط وايب؟ بالزبط بالخط ده بإثنين هنا مثلا 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 خط ده بعبر عن الواجب واحد ده تمام؟ في الوقت نريد أن نرسمي الهيط على الهيط على الهيط الهيط على الهيط 50 سنة هل تأتي عند أي حتة في زفت؟ نرفع 50 سنة ونوصل له الـ ونصف تمشي بيننا من نصف وبعد ذلك ونصف الهيط ونصف الهيط تمام؟ ونصف الهيط على الهيط خد بالك يطلق خط رأسي خد بالك ثانيا انت فاعلة ان الحدود بتاعدي فيه على السرير اللي هو الخط الأفضل ده كده والماجنتا والماجنتا ده والماجنتا ده يعني ده المربع المفتودة هتحط عليه السرير فالمفروض نطلق الهيطة وانه عند الخط البرابسجي ده خمسة ايه خط خط تمام؟ دلوقتي حنا عرفنا الحدود بتاعتنا فيها تمام؟ بيقول لك ايه ان الخط ده الخط ده ده اللي بيمثل الانتفاع على السرير تمام؟ خط أفوكي يعني ده بالنسبة لك الانتفاع السرير هتعمل ايه؟ هتمشي من هنا بخط أفوكي وطلع من هنا بخط ركسي ايه 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 الزد تاعت النقطة دي ايه 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 تاعت السرير بس من قدام بقى تاعت الزد تاعت السرير من قدام ايه مظبوط كده؟ مظبوط بقى كده نعمل ناحية تانية نفس الكلام ايه ايه انا قلنا الخط ده الخط ده بيعبر عن ايه؟ منصوب نص متر صح؟ ايه 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 ده بيعبر عن ايه؟ ايه برضو ارتفاع منصوبة على السرير اللي هو ايه؟ نص متر صح؟ ايه ومش دي النقطة الخط الافضر ده مع مع المجندة لو اطلعت خطة الانترسيشن بخط رأسي جاب لك ايه هنا؟ الارتفاع الارتفاع السرير من ورا صح؟ ام حل ونقطة الانترسيشن نفس الكلام ويه الخط الافضر ده؟ ايه بقى ايه؟ الارتفاع السرير من ورا من ورا تمام بعد كده نكمل بقى نفس الكلام هنا برده نفس الكلام هتعمل ايه؟ مد الخط ممكن اطلع خط رأسي بقى كده مد الخط اللي يعني طرع من هنا وخط رأسي ويه كملت ده على استقامته كده؟ انا مش فعل حاجة في ارتفاع السرير ده ليه؟ ايه؟ ايه ايه هي مد من هنا ايه جاتة ايه؟ ايه من قدزان برده ناحية تانية مش احد عاند ايه مشكلة واضحة باتية؟ لا انا ايه؟ ايه 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 تهدي بصراحة ايه؟ 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 احنا اول حاجة حددنا التعسير كالباس بتاعته. تمام. القبار عن ايه? مأسول ما بين وبالتلاتة والواد بخمسة. الواد بتلاتة هو الخط المجانطى ده. تمام. اللي هي البلاطة دي. الخط. والواد بخمسة ده اللي هو الخط الاخير. الخط الاخضر ده لو بيعبر عن الخمسة. ماشي. طمام? طب بتاع السرير ايه? ما هو عرض مطلة. واحد الرجل ده. وما بين التلاتة. ادي الواحد ودي التلاتة. نعم. تمام? نعم. احنا قلنا ان المربع ده كده. الحتة دي ده ايه? الاعدة بتاع السريب. ايه. وبعد كده اشتغلنا على الهاية التاع السريب كم كامل? اه بنص. بنص. هل? هتجي من عند اي زد من هنا او من هنا. تمام. وهتوصلها بالايه? تمام? الخط ده اللي هو من هنا بغاية هنا بشي بيعابع عن نصف. صح? ايوة. والخط ده نقطة بين الخط ده والحيطة دي. مش الخط ده بيعابر عن نصف. حلو. قال لك ايه بقى? انت دولتي جبت الاعدة. انت عشان ترسم الايه? بتاع السريب. بترسمه ازاي? انت عشان من كل النقطة من الاعدة تطلع بزيز بالتاعتها. ايه. صح? فانت عندك النقطة دي نقطة التقطع الاكس ده واحد مع الواي بخمسة. عندك النقطة دي تطلع بخط ركسي. تمام. لغاية ما يقابلك اللي هو اللي هو? الخاطس اللي هو بيعابر عن النصف. تمام. هنا. دي نقطة الاولينية وده نقطة تéd skirt. تمام? اللي هو الورق خارس. اللي هو ضهر السرير. تمام. هكذا قال لك ان انت ايه? مش جيد نقطة التقطع ما بين بين الي وتلاتة اي بواي بوايه بwei اي بواحد اه بايد باختتلع بخط ركسي. تمام. ثمان؟ هكذا ايه بخط ركسي لوudك هتيجي من عند المنسوب الذي يعبر عن نص متر وهتمشي بخط أفك هيتعليك في النقطة دي دي النقطة هاي تمام؟ هيتعلي عشان ايه؟ نهفل الشكل عشان انت ايه؟ لو انت ايه؟ هو انا شفت السرير كده خلاص؟ هيتعلي المستطيل الصغير ده ومستطيل الكبير هيتعفل كده مع كده والشكل ده؟ وده؟ مع كبكة ورود متفن وده؟ تمام نروانهم بقى اه بس خالبك انا نعناش حاجة انا فلنوصر دي كمان اه بنافك ايه؟ طب وكل ايه يتحب لك في الصندي واحد ده لألم نص قطر بيلي حاس عما مرهو تطر اهه اهه مانا ها اهه اهه آه اهه هه ههه اشم نلسك الكبير؟ اهه ههه خلي بقى لك كفكرة ومفيش فكرة بس عارب انت لازم انتوا بقى شارب مسلا لاتب هو الهورسة لانتها عشان الخطوب دي كلها توقف مش هتكمل انت عايز مصنع قدر اه اه عادي كده ما اتخرشك الاسمين كده في زيدي ايه ايه خلي بقى هنا خلي بقى لك هنا انت المفروض انت تعتامل ايه عشان ترسم السرير انت مفروض الرجل بتاع السرير الوارد بديك هتترسم والرجل الوارد هتترسم ويهو دهر السرير ده بالوارد ويبك هترسم قال لك ان هنا ما بيش حاجة اسمها هدم الحاجة انت مش هتشوفها ايه هاتف المسح عشان كده انا مسحت ده ومسحت ده ويجا عندي الخط الافضر ده اللي هو ما بينه هيتمسح وذلك نمس حمالها هتفر انها لو جت هنا مسح العمل يعني متقلوش ولا ايه? طيب مفروض الرجل السرير ما تبانش برضا. الرجل السرير ما تبانش اهلا رجل السرير. اتا مش ايبان لك اه. وايبان لك. اه. 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 اه ما حازيني فهمش خط عمل ايه. الناس كانوا خلال حاجة في الشكل ده. طيب بيفرض اللي كان موجود كان خط عمل برضو يعني. حتى اللي خط عليه. بيفرض اللي كان موجود كان خط عمل مش اه. اه سيب خط العمل مش خص. صورة ناسف. يا جمعك. يا ربك يا ربك يا نخفضة. ده? اه. يا راق. يعني لا انا فاتنا الخط رأسي. لا انا نتلع على بعدها انا بننديله اتفاع بعدها ننصل. نفسي. نفسي. اه? نتعى. يعني عالتنا عن النقطة دي خط رأسي. لا انا خط رأسي. على خط اللغر. على خط اللغر. اللغرة. اللغرة. النقطة دي. ده. ده. اللي مفروض وده. اللي بقى. عقصة من هنا ايه? بالزبط. والميدل. زي ما قلنا. كل ما حاجة بتقرر. طيب ماشي ما انا هتباق. افضعه بعد ايها وصله انت اللي اتفاده 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 ان ده الافضل حايته ان ده الافضل حايته يعني انت هتوصله من هنا؟ او او ماشي نص ونوصل ايه ما هو؟ اوه هو بس دي اسهل والله اتفاده يعني اهم حاجة بس ان الناس اهمل موضوعه مش ازياره تمام؟ انا عايز بقى الناس ده تعمل ايه؟ فاش نعمل انت كان دوتووي مش لازم المشلاز نسهل البحصيل اوه؟ ايهان انا عاوز منك ان ان تكون انت فاهم اتعمله ازاي هتعمل الارد امم عايتو الار ده امم احنا اتدان اوه